بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على دربه واتبعه داه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الثامن من دروس تفسير سورة مريم عليها السلام للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الثلاثين وما بعدها إلى الآية الخامسة والثلاثين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقد بيّن الإمام أن عيسى عليه السلام وصف نفسه في هذه الآيات بصفات تسع الصفة الأولى قوله إني عبد الله والصفة الثانية قوله آتاني الكتاب وقد فرغنا في الدرس السابق من عرض المسائل التي ذكرها الإمام في بيان هاتين الصفتين ووقفنا عند الصفة الثالثة حيث يقول الصفة الثالثة قول عيسى عليه السلام وجعلني نبيا قال بعضهم أخبر أنه نبي ولكنه ما كان رسولا لأنه في ذلك الوقت ما جاء بالشريعة ومعنى كونه نبيا أنه رفيع القدر علي الدرجة يقول الإمام وهذا ضعيف لأن النبي في عرف الشرع هو الذي خصه الله تعالى بالنبوة وبالرسالة خصوصا إذا قرن به ذكر الشرع وهو قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة الصفة الرابعة قوله وجعلني مباركا أينما كنت فلقائل أن يقول كيف جعله مباركا والناس كانوا قبله على الملة الصحيحة فلما جاء صار بعضهم يهودا وبعضهم نصارى قائلين بالتفليث ولم يبق على الحق إلا القليل والجواب ذكروا في تفسير المبارك وجوها أحدها أن البركة في اللغة هي الثبات وأصله من بروك البعير فمعناه جعلني ثابتا على دين الله تعالى مستقرا عليه وثانيها أنه إنما كان مباركا لأنه كان يعلم الناس دينهم ويدعوهم إلى طريق الحق فإن ضلوا فمن قبل أنفسهم لا من قبله عليه السلام وروى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت أم عيسى عليها السلام عيسى عليه السلام إلى الكتاب فقالت للمعلم أدفعه إليك على ألا تضربه فقال له المعلم أكتب فقال أي شيء أكتب فقال أكتب أبجد فرفع عيسى عليه السلام رأسه فقال هل تدري ما أبجد فعلاه بالضرة ليضربه فقال يا مؤدب لا تضربني إن كنت لا تدري فاسألني فأنا أعلمك الألف من آلاء الله والباء من بهاء الله والجيم من جمال الله والدال من أداء الحق إلى الله عز وجل وثالثها البركة معناها الزيادة والعلو فكأنه قال جعلني في جميع الأحوال غالبا مفلحا منجحا لأني ما دمت أبقى في الدنيا أكون على الغير مستعليا بالحجة فإذا جاء الوقت المعلوم يكرمني الله تعالى بالرفع إلى السماء ورابعها مبارك على الناس بحيث يحصل بسبب دعائي إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص عن قتاد أنه رأتهم رأة وهو يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص فقالت طوبى لبطن حملك وثدي أرضعت أو أرضعت به عن قتاد أنه رأتهم رأة وهو يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص فقالت طوبى لبطن حملك وثدي أرضعت به فقال عيسى عليه السلام مجيبا لها طوبى لمن تلى كتاب الله تعالى واتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا وأما قوله أينما كنت فهو يدل على أن حاله لم يتغير لا كما قيل إنه عاد إلى حال الصغر وزوال التكليف إذن وأما قوله أينما كنت فهو يدل على أن حاله لم يتغير أي ليس كما قيل إنه عاد إلى حال الصغر وزوال التكليف فهذه الجملة تنقض ذلك الصفة الخامسة قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فإن قيل كيف أمر بالصلاة والزكاة مع أنه كان طفلا صغيرا والقلم مرفوع عنه والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ إلى آخر الحديث وجوابه من وجهين الأول أن قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة لا يدل على أنه تعالى أوصاه بأدائهما في الحال بل بعد البلوغ فلعل المراد أنه تعالى أوصاه بهما وبأدائهما في الوقت المعين له وهو وقت البلوغ الثاني لعل الله تعالى لما انفصل عيسى عليه السلام عن أمه صيره بالغا عاقلا تام الأعضاء والخلقة وتحقيق هذا القول قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم فكما أنه تعالى خلق آدم عليه السلام تاما كاملا دفعة واحدة فكذا القول في عيسى عليه السلام وهذا القول الثاني أقرب إلى الظاهر لقوله ما دمت حيا فإنه يفيد أن هذا التكليف متوجه عليه في جميع زمان حياته ولكن لقائل أن يقول لو كان الأمر كذلك لكان القوم حين رأوه فقد رأوه شخصا كامل الأعضاء تام الخلقة وصدور الكلام عن مثل هذا الشخص لا يكون عجبا لقائل أن يقول لو كان الأمر كذلك لكان القوم حين رأوه فقد رأوه شخصا كامل الأعضاء تام الخلقة وصدور الكلام عن مثل هذا الشخص لا يكون عجبا فكان ينبغي أن لا يعجبه فلعل الأولى أن يقال إنه تعالى جعله مع صغر جثته قوي التركيب كامل العقل بحيث كان يمكنه أداء الصلاة والزكاة والآية دالة على أن تكليفه لم يتغير حين كان في الأرض وحين رفع إلى السماء وحين ينزل مرة أخرى الصفة السادسة قوله وبرا بوالدتي أي جعلني برا بوالدتي وهذا يدل على قولنا إن فعل العبد مخلوق لله تعالى لأن الآية تدل على أن كونه برا إنما حصل بجعل الله عز وجل وخلقه وحمله على الألطاف كما تقول المعتزلة عدول عن الظاهر ثم قوله وبرا بوالدتي إشارة إلى تنزيه أمه عن الزنا إذ لو كانت زانية لما كان الرسول المعصوم مأمورا بتعظيمها قال صاحب الكشاف وقرئ وبررا بكسر الباء عن أبي نهيك جعل ذاته برا لفرط بره أو نصبه بفعل في معنى أوصاني وهو كلفني لأن أوصاني بالصلاة وكلفنيها واحد يقول السمين الحلبي قوله تعالى وبرا العامة بفتح الباء وفيه تأويلان أحدهما أنه منصوب نسقا أي عطفا على مباركة أي وجعلني برا بوالدتي والثاني أنه منصوب بإضمار فعل واختير هذا على الأول يعني هذا الوجه أرجح لأن في الأول فصلا كثيرا بجملة الوصية ومتعلقها وقرئ وبرا بكسر الباء إما على حذف مضاف وإما على المبالغة في جعله نفس المصدر أنك حين تصف بالمصدر فهذه مبالغة في الوصف تقول زيد عدل فأنت تصفه بكونه عادلا لكن للمبالغة في عدله ولشدة عدله كأنه صار العدل نفسه الصفة السابعة قوله ولم يجعلني جبارا شقيا وهذا أيضا يدل على قولنا لأنه لما بين أنه عز وجل جعله برا وما جعله جبارا فهذا إنما يحسن لو أن الله تعالى جعل غيره جبارا وجعل غيره بارا بأمه فإن الله تعالى لو فعل ذلك بكل أحد لم يكن لعيسى عليه السلام مزيد تخصيص بذلك ومعلوم أنه عليه السلام إنما ذكر ذلك في معرض التخصيص وقوله ولم يجعلني جبارا أي ما جعلني متكبرا ولم يجعلني جبارا أي ما جعلني متكبرا بل أنا خاضع لأمي متواضع لها ولو كنت جبارا لكنت عاصيا شقيا وروي أن عيسى عليه السلام قال قلبي لين وأنا صغير في نفسي وعن بعض العلماء لا تجد العاق إلا جبارا شقيا وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ولا تجد سيء الملكة إلا مختالا فخورا وقرأ وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا يعني قوله تعالى في سورة النساء وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الصفة الثامنة هي قوله وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا وَفِيهِ مَسَائِلِ المسألة الأولى قال بعضهم لام التعريف في قوله والسلام منصرف إلى ما تقدم في قصة يحيى عليه السلام من قوله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أي السلام الموجه إلى يحيى عليه السلام في المواطن الثلاثة موجه إلي أيضا وقال صاحب الكشاف الصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضا باللعن على من اتهم مريم عليه السلام بالزنا قال صاحب الكشاف الصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضا باللعن على من اتهم مريم عليها السلام بالزنا وتحقيقه أن اللام للاستغراق فإذا قال والسلام علي فكأنه قال وكل السلام علي وعلى أتباعي فلم يبقى للأعداء إلا اللعن ونظيره قول موسى عليه السلام مخاطبا فرعون قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى في سورة طاها بمعنى أن العذاب على من كذب وتولى وكان المقام مقام اللجاج والعناد وكان المقام مقام اللجاج والعناد ويليق به مثل هذا التعريض يعني قوله والسلام على من اتبع الهدى أي كل السلام على من اتبع الهدى إذن هذا بصريح العبارة وبالإشارة هذا يدل على ماذا؟ على أن العذاب على من كذب وتولى فقوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قول عيسى عليه السلام كأنه يقول السلام كل السلام علي وعلى أتباعي وليس للأعداء إلا اللعن ومن هؤلاء الأعداء من اتهم مريم عليه السلام بالزنا إذن فيه تعريض باللعن على من اتهم مريم عليه السلام بالزنا وهذا ملحظ دقيق المسألة الثانية روى بعضهم عن عيسى عليه السلام أنه قال ليحيا عليه السلام أنت خير مني سلم الله عليك وسلمت أنا على نفسي وأجاب الحسن فقال إن تسليمه على نفسه بتسليم الله عليه تسليم عيسى عليه السلام على نفسه إنما كان بتسليم الله عليه المسألة الثالثة قال القاضي عبد الجبار السلام عبارة عما يحصل به الأمان ومنه السلامة في النعم وزوال الآفات فكأنه سأل ربه عز وجل وطلب منه ما أخبر الله تعالى أنه فعله بيحيا عليه السلام ولا بد في الأنبياء عليهم السلام من أن يكونوا مستجابي الدعوة وأعظم أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هي هذه الأحوال الثلاثة وهي يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث فجميع الأحوال التي يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة من قبله تعالى طلبها عيسى عليه السلام ليكون مصونا عن الآفات في كل الأحوال واعلم أن اليهود والنصارى ينكرون أن عيسى عليه السلام تكلم في زمان الطفولة واحتجوا عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة التي تتوافر الدواعي على نقلها فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولو كان ذلك لعرفه النصارى لا سيما وهم من أشد الناس بحثا عن أحوال عيسى عليه السلام ومن أشد الناس غلوا فيه حتى زعموا كونه إله ولا شك أن الكلام في زمن الطفولة من المناقب العظيمة والفضائل التامة فلما لم تعرفه النصارى مع شدة الحب وكمال البحث عن أحواله علمنا أنه لم يوجد ولأن اليهود أظهروا عداوته حالما أظهر الدعاء النبوة فلو أنه عليه السلام تكلم في زمان الطفولة وادع الرسالة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدهم قتله أعظم فحيث لم يحصل شيء من ذلك علمنا أنه ما تكلم إذن اليهود والنصارى أنكروا كلام عيسى عليه السلام في المهد وأما المسلمون فقد احتجوا من جهة العقل على أنه تكلم فإنه لولا كلامه الذي دلهم على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة الحد على الزنا عليها ففي تركهم لذلك دلالة على أنه عليه السلام تكلم في المهد وأجابوا عن الشبهة الأولى بأنه ربما كان الحاضرون عند كلامه قليلين فلذلك لم يشتهر هذا الأمر ولم يبلغ حد التواتر وعن الشبهة الثانية لعل اليهود ما حضروا هناك وما سمعوا كلامه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله فلا يصح هذا الأمر حجة على أنه لم يتكلم ربما تكلم أو لاحتمال أن يكون قد تكلم ولم يسمعوا فلم يقصدوا قتله في ذلك الوقت ثم قال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكن وفيه مسائل المسألة الأولى قرأ عاصم وابن عامر قول الحق بالنصب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قالوا الحق من القال قالوا الحق ذلك عيسى بن مريم قالوا الحق وعن الحسن قوله قول الحق بضم القاف فيها صعوبة قول الحق بضم القاف وكذلك في الأنعام ويوم يقول كن فيكون قوله الحق بضم القاف أيضا والقول والقال والقول بضم القاف في معنى واحد كالرهب والرهب والرهب أما ارتفاعه فعلى أنه خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف وأما انتصابه فعلى المدح انفسر بكلمة الله قول الحق انتصب على المدح إذا فسرناه بكلمة الله لأن الكلمة قول والحق هو الله تعالى الحق اسم من أسماء الله تعالى لذا فسر قول الحق بكلمة الله أو على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كقولك هو عبد الله الحق للباطل أي أقول قول الحق وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة لأن أصلها القول الحق والله أعلم إذن على القراءة بنصب اللام قول الحق إما أن ينتصب على المدح وإما أن ينتصب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كقولك هو عبد الله الحق للباطل أي أقول قول الحق أو أقول القول الحق ثم أضيف الموصوف إلى الصفة فأصبحت قول الحق المسألة الثانية لا شبهة أن المراد بقوله ذلك عيسى بن مريم المراد الإشارة إلى ما تقدم وهو قوله إني عبد الله آتاني الكتاب أي ذلك الموصوف أو ذلك الشخص الموصوف بهذه الصفات هو عيسى بن مريم عليهم السلام وفي قوله عيسى بن مريم إشارة إلى أنه ولد هذه المرأة وابنها لا أنه ابن الله عز وجل كما يزعمون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وأما قول الحق ففيه وجوه أحدها وهو أن نفس عيسى عليه السلام هو قول الحق وذلك لأن الحق هو اسم الله تعالى فلا فرق بين أن نقول عيسى كلمة الله وبين أن نقول عيسى قول الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إذن قولنا عيسى بن مريم قول الحق أو قول الحق على القراءة الثانية معناه أن نفس عيسى عليه السلام هو قول الحق لأن الحق اسم من أسماء الله تعالى فقولنا قول الحق أو قول الحق كقولنا كلمة الله وثانيها أن يكون المراد ذلك عيسى بن مريم القول الحق إلا أنك أضفت الموصوف إلى الصفة فهو كقوله إن هذا لهو حق اليقين أصلها الحق اليقين ثم أضيف الموصوف إلى الصفة وفائدة قولك القول الحق تأكيد ما ذكرت أولا من كون عيسى عليه السلام ابنا لمريم وثالثها أن يكون قول الحق خبرا لمبتدأ محذوف كأنه قيل ذلك عيسى بن مريم ووصفنا له هو قول الحق فكأنه تعالى وصفه أولا ثم ذكر أن هذا الموصوف هو عيسى بن مريم ثم ذكر أن هذا الوصف أجمع هو قول الحق على معنى أنه ثابت لا يجوز أن يبطل كما بطل ما يقع منهم من المرية ويكون في معنى إن هذا لهو حق اليقين وأما امتراؤهم في عيسى عليه السلام فالمذاهب التي حكيناها من قول اليهود والنصارى وقد تقدم ذكر ذلك في سورة آل عمران روية أن عيسى عليه السلام لما رفع حضر أربعة من أكابر علمائهم فقيل للأول ما تقول في عيسى عليه السلام قال هو الله هبط إلى الأرض خلق وأحيا ثم صعد إلى السماء فتبعه على ذلك خلق وهم اليعقوبية هذا الأول وقيل للثاني ما تقول في عيسى قال هو ابن الله فتابعه على ذلك أناس وهم النسطورية وقيل للثالث ما تقول في عيسى قال هو إله والله إله فتابعه على ذلك أناس وهم الإسرائيلية وقيل للرابع ما تقول في عيسى عليه السلام فقال عبد الله ورسوله وهذا هو المؤمن المسلم وقال أما تعلمون أن عيسى كان يطعم وينام وأن الله تعالى لا يجوز عليه ذلك فخصمه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله وقال في آية ثانية ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام وأما قوله ما كان لله أن يتخذ من ولد فهو يحتمل أمرين أحدهما أن ثبوت الولد له محال فقولنا ما كان لله أن يتخذ من ولد كقولنا ما كان لله أن يقول لأحد إنه ولدي لأن هذا الخبر كذب والكذب لا يليق بحكمة الله تعالى وكماله وأيضا قوله ما كان لله أن يتخذ من ولد كقولنا ما كان لله أن يظلم أي لا يليق ذلك بحكمته وكمال إلهيته واحتج الجبائي بالآية بناء على هذا التفسير على أنه ليس لله عز وجل أن يفعل كل شيء لأنه تعالى صرح بأنه ليس له هذا الإيجاد أي ليس له هذا الاختيار وأجاب أصحابنا عنه بأن الكذب محال على الله تعالى فلا جرم قال ما كان لله أن يتخذ من ولده وأما قوله سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ففيه مسائل المسألة الأولى أنه تعالى لما قال سبحانه ثم قال عقيبة إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كان كالحجة على تنزيهه عن الولد وبيان ذلك أن الذي يجعل ولدا لله عز وجل إما أن يكون قديما أزليا أو يكون محدثا فإن كان أزليا فهو محال لأنه لو كان واجبا لذاته لكان واجب الوجود أكثر من واحد هذا خلف وإن كان ممكنا لذاته كان مفتقرا في وجوده إلى الواجب لذاته فيكون الممكن محتاجا فيكون عبدا لله لأنه لا معنى للعبودية إلا ذلك وأما إن كان الذي يجعل ولدا يكون محدثا فيكون وجوده بعد عدمه بخلق ذلك القديم وإيجاده وهو المراد من قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فيكون عبدا لله عز وجل لا ولدا له فثبت أنه يستحيل أن يكون لله عز وجل ولد المسألة الثانية احتج الأصحاب بقوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون احتجوا بهذه الآية على قدم كلام الله تعالى قالوا لأن الآية تدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث شيء قال له كن فيكون فلو كان قوله كن محدثا لفتقر حدوثه إلى قول آخر ولزم التسلسل وهو محال فثبت أن قول الله قديم لا محدث واحتج المعتزلة بالآية على حجوث كلام الله تعالى من وجوه أحدها أنه تعالى أدخل عليه كلمة إذا وهذه الكلمة دالة على الاستقبال فوجب أن لا يحصل القول إلا في الاستقبال وثانيها أن حرف الفاء للتعقيب والفاء في قوله فإنما يقول له يدل على تأخر ذلك القول عن ذلك القضاء والمتأخر عن غيره محدث وثالثها ألفاء في قوله فيكون يدل على حصول ذلك الشيء عقيب ذلك القول من غير فصل ثالث الأوجه التي احتج بها المعتزلة قالوا ألفاء في قوله فيكون يدل على حصول ذلك الشيء عقيب ذلك القول من غير فصل فيكون قول الله تعالى متقدما على حدوث الحادث تقدما بلا فصل والمتقدم على المحدث تقدما بلا فصل يكون محدثا فقول الله محدث هذا استدلال معتزل يقول الإمام واعلم أن استدلال الفريقين ضعيف وهذا من الإنصاف أما استدلال الأصحاب فلأنه يقتضي أن يكون قوله كن قديما وذلك باطل بالاتفاق وأما استدلال المعتزل فلأنه يقتضي أن يكون قول الله تعالى هو المركب من الحروف والأصوات وهو محدث وذلك لا نزاع فيه إذن وأما استدلال المعتزل فلأنه يقتضي أن يكون قول الله تعالى هو المركب من الحروف والأصوات وهو محدث وذلك لا نزاع فيه إنما المدعا قدم شيء آخر المسألة الثالثة من الناس من أجرى الآية على ظاهرها فزعم أنه تعالى إذا أحدث شيئا قال له كن وهذا ضعيف لأنه إما أن يقول له كن قبل حدوثه أو حال حدوثه فإن كان الأول كان ذلك خطابا مع المعدوم وهو عبث وإن كان الثاني فهو حال حدوثه قد وجد بالقدرة والإرادة فأي تأثير لقوله كن فيه ومن الناس من زعم أن المراد من قوله كن هو التخليق والتكوين وذلك لأن القدرة على الشيء غير وتكوين الشيء غير فإن الله سبحانه قادر في الأزل وغير مكون في الأزل ولأنه الآن قادر على عوالم سوى هذا العالم وغير مكون لها فالقادرية غير التكوين فقوله كن إشارة إلى الصفة المسمات بالتكوين وقال آخرون قوله كن عبارة عن نفاذ قدرة الله تعالى ومشيئته في الممكنات فإن وقوعها بتلك القدرة والإرادة من غير امتناع واندفاع يجري مجرى العبد المطيع المسخر المنقاد لأوامر مولاه فعبر الله تعالى عن ذلك المعنى بهذه العبارة على سبيل الاستعارة وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الخامسة والثلاثين ونقف عند الآية السادسة والثلاثين وهي قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين